بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أهدانا إلى سوا السبيل وأرشدنا إلى دروب الخير السيدات والسادة السلام عليكم في بداية كلمتي أحب أن أشكر أولاً جيل المستقبل آلاف من الطالبات وطلاب اللي ساهموا في حملة العطاء متطوعين ومساهمين فيها فشكراً لكل الطلاب الذين شاركوا كذلك أوجه بالشكر إلى فريق العمل فريق عمل حملة العطاء على كل جهودهم شكراً لفريق العمل وكذلك أشكر كل الشركات التي ساهمت في هذا والتجار والأفراد شكراً لجميع أنا صراحة أعرف مجتمعنا أنه مجتمع طيب وأنه مصعداً يعطي ولكن كانت مفاجأة سارة أنا أعرف كثير من مجتمعنا اللي هما يتكلمون بالإنجليزي وأعرف أنهم يعطون ويبادرون ولكن كانت مفاجأة سارة أن أعداد كبيرة ما كنت أعرفهم ظهروا على الساحة وتبرعوا في هذه الحملة وأشكرهم نحن ركزنا على التعليم لأنها أهم شيء هو التعليم ربما تطعم الجاية لكننا سيجوع مرة ثانية إذا أطعمنا الجاعة الأطفال بيجوعون لكن إن شاء الله نحن بن نطعم ونعلم حتى يغتنون بنفسهم ويشتغلون ويصبحون في مجتمعاتهم فاعلين مثل ما شفته في الفيلم أنا رسلت بناتي وأولادي إلى هلو الدول ورجعوا صراحة بتفكير مختلط عندهم لأنها أريدهم يشوفون بنفسهم وصارت روح التطوع الآن في الناس كلها وأنا هذا اللي صراحة يسعدني أن يكون روح التطوع في هذا المجتمع الطيب الأمم المتحدة كانت يتكلمون عن 2015 أنا ما بيكون هناك بتعلم كل أطفال العالم التعليم الابتدائي لكن بما يشوف الآن ما أظن أن هذا يحصل ولكن لما رأيت هذه الحملة وهذا العطاء من هذا المجتمع صار عندي أمل لربما لربما في السنين اللي تليها أن نتوصل إلى إلى تعليم الجميع ف أنا أقول للأمم المتحدة اتبعونا ونحن وأمامكم للمتحدة 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 فهذا الشيء يعني ممكن نستطيع نتساعد عليه ونوصل إلى أرقام طيبة والحمد لله يعني أنا شعيد جدا باللي حصل والأرقام اللي توصلنا لها ونحن أريد أن أشكر لكم لكم لك 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 جميع المتحدة التي تجعلنا لنساعد وإنساعد هذه مليون من الناس الآن الأعمال سوف يبدأ لأن هذه الأطفال تحتاج إلى الآن لذلك يجب أن نضع المساعدة ونبدأ إذا أردت أن أتحدث عن العطاء والتغيير أتذكر أصدقائي عندما كان أصدقائي 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 وكان أصدقائي أصدقائي أو أمثي أصدقائي 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 أصدقائنا أصدقائنا ب garam ونمتعون مصنعت لقد اذهبت المعيش لأسيقا وقالتها وقالتنا لأسيقا وقالتنا لأسيقا وقالتنا لأسيقا وقالتنا لأسيقا لذا أشتردت خطة و أعطي الباب على الباب لأسفة كانت مجموعة ولكن بالطبع لنشترك لنشترك ونتظر لنشترك 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 ونشترك لنشترك لنشترك . . . . . . الأخرى لتعطيك أريد أن أخبرك في المتعامل في المتعامل الأول يتبعوا مع الوصول بعد المتعامل هناك الكثير من المساعدة تحوي people so the lady came with the with the water to give to the first man and he said he looked at the one next to him and he said no give it to the other the man beside me because his wound is deeper she went around and the other by the time she came to the first one he was dead هذا هو الكرم والعطاء وما نتحدث عنه في الماضيات ونحن يجب أن نعود مثل ما يقول الشاعر الله أعطاك فبدل من عطيته فالمال عارية والعمر رحال أخبرك أخر أخبرك 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 شكرا لكم ولكن أريد أن أعطي من أعطي ومن أعطي ومن أعطي لا يهم هذا في ميزان حسناته والحمد لله اللي تقدموا أكثر بكثير عن التاعسو but I don't mean anything but I have to tell you this story there was a small merchant my father helped him and he became a big merchant Tajer Kbir and the last few years I helped him and make his wealth trouble anyhow he was absent from this it's up to him but I'll tell you another story about Yusuf He's a student and was getting married and for this he stopped his party and gave the money he was going to spend on the party it was 150,000 just to me touches the heart when you see somebody give this everything and many who disappear anyhow I don't want to you know what I'm saying and I just want to thank you very much but I will ask normally I am a leader and I am in front yet why I was waiting and not give anything yet who will answer that you are with me in the office maybe you can answer or Ahmed or Mohamed because I waited to equal the budget thank you thank you thank you I forgot something one thing I forgot to read the speech I forgot to read the speech